بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا ومرحبا بكم على قناتكم وقناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي والنهاردة استمرار لعودة الأهلي للبطرات المحلية مرة أخرى بعد راحة لمدة 6-7 تيام بعد انسحاب النادي زمالك المبرار اللي فاتت وفوز الأهلي 2-0 وإضافة ثلاث نقاط جديدة للنادي الأهلي في المركز الثاني الآن النهاردة مباراة أمام فاركو هتقول لي الله احنا مش تلعبين فاركو ده من أسبوعين فعلان احنا لعبنا فاركو من أسبوعين بس ده كان لقاء مؤجل النهاردة الجولة رقم 28 28 هو ده المفروض حال الجدول الطبيعي بعد الفوز الاعتباري الماتش اللي فات لو دخلنا في كواليس المباراة بسرعة هنقول إنها مباراة صعبة كالعادة هتقول لي كالعادة كالعادة وحفنطلك يعني تفنيت من أول السنة لحد نهاية السنة احنا كل مرة ما بنزلش بابنقولك حاجات جديدة كل مرة احنا بس في نقطة مهمة قبل ما اتكلم عايزة اتكلم فيها بخصوص جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي ودورها في المرحلة دي مرحلة صعبة جدا 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 على النادي الاهلي ولما بنتكلم على المرحلة أنا بقى بكلم على بداية الموسم لحد ما نهي الموسم يوم 17 أغسطس إن شاء الله مرحلة من أصعب الفترات اللي بتعدي على فرقة النادي الاهلي الناس مش واخدة بالها بس احنا بنطلب ان جماهير النادي الاهلي زي معاودونا دايما زي معاودونا دايما في الأوقات الصعبة والسهلة برضو بيقفوا جنب ناديهم الوقت اللي احنا بنحتاج لهم فيه كنادي اهلي بتلاقيهم بتلاقيهم وقفين من غير محد يقول لهم أو حد يعني حتى ينبه عليهم أو يقول لهم ده واجب لا جماهير النادي الاهلي غير غير احنا بس بنفكر بعض علشان المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة جدا 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 ليه؟ لأن المنافسة قوية جدا دلوقتي على قمة الدول المنافسة محصورة دلوقتي المنافسة التقليدي بعيد فالمنافسة محصورة يعني محصورة ما بين الاهلي وبيراميدز وهخلينا اقول لكم برضو النادي الاهلي من بداية السنة ظروفه كانت ايه؟ وبيراميدز من بداية السنة لحد ما طلع أو خرج برا البطولة افريقيا فرقت معاه جمت جدا 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 عكس النادي الاهلي البطل اللي كمل لحد الاخر اشتركوا في القناة